احتضم مقر عمالة اقليم زكورت لقاء تكوينيا لفائدة رؤساء الجمعيات والتعاونيات المنطقات لانجاز البرنامج الحكومي اوراش في الاقليم برئاسة فؤاد حجي عامل اقليم زكورت ورئيس المجلس الاقليمي ويأتي هذا اللقاء التكويني حسب اللجنة الاقليمية لبرنامج اوراش في اطار المراحل الاخيرة لانطلاق البرنامج الذي استهد فنائة معشرية جمعية وتعاونية منطقات لانجاز الاوراش المحددة وجرى خلال اللقاء التكويني ذاته اضافت لجنة الاقليمية توقيع اتفاقيات الشراكة بين المجلس الاقليمي لزكورة والتعاونيات والجمعيات المنطقات والقطاع المعني لانجاز الوراش المطلوب قبل ان يتم عرض ثلاث وراشات تكوينية فيما نقش الورشة الثانية موضوع كيفية التسجيل في صندوق الضمان الاتماعي والحصول على رقم الاخراط الخاص ببرنامج اوراش فقد تطرقت لموضوع تنزيل برنامج اوراش وفق مقتضيات قانون الشغل من تأطير مفتش شغل بالمديرية الاقليمية للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برزازت يذكر ان المجلس الاقليمي لزكورة قد اعلن في وقت سالق عن طلب عروض مشاريع في وجه التعاونيات والجمعيات تابعة لنفوذ الترابية المشاركة في تنزيل برنامج اوراش وقد استقبل 369 طلبا من طرف 347 جمعية وتعاونية للاتبارية حول 163 ورشة اسفرت عملية الانتقاء عن قبول 120 طلبا مقدما من طرف جمعيات وتعاونيات ستتكلف بانجاز 130 ورشا بمختلف جماعات الاقليم بناء على معايير محددة في دليل اللجنة الاقليمية فيما فتح باب المشاركة في طلب عروض للأوراش غير المتباري حولها والبالغ عديدها 33 ورشة في الفترة المنتدة ما بين 25 الى 29 من شهر ابريل الجاري اشتركوا في القناة